موسيقى كانيا مكان عام 1918 مدرسة اسمها مدرسة النجاح تطورت واصبحت كليات النجاح الوطنية والان هي جامعة النجاح الوطنية التي لطالما تحدثنا عن كلياتها وإنجازاتها قديما وحديثا وعن روادها أيضا واليوم يعود بنا الحنين للحديث عن كلية النجاح الوطنية وضيفنا الآن أحد خريجيها عام 1955 السيد باسل كنعان وهو رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس سابقا وأيضا رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني سابقا وعضو مكتب تنفيذي حاليا فيها أهلا وسهلا فيك ويساعد كل أوقاتك يا رب شكرا لوجودكم هنا والاهتمام بجامعة النجاح لأنه أنا بعتبر نفسي ابنها أكيد حيث بدأت حياتي من الطفولة من بستان الأطفال إلى الابتدائي إلى الثانوي البيت التعليمي الأول بجدارة يعني بكل المراحل أهو بكله حتى المعظم كان آل كنعان من الله يرحمه والدي أعمامي أخوي كلهم كرجين النجاح شو حلو هذا الانتماء صح؟ بخلي عزان دائما يعني شعور بالحنين لهذا الماضي اللي بجمعكم كلكم مع بعض طبعا لأنه إحنا يعني من الناس اللي أسسوا جامعة النجاح أو مدرسة النجاح وكلية النجاح ودعموا جامعة النجاح في السنة جامعة النجاح الوطنية بتحتفل بمئوية النجاح وهذه برضو مناسبة حلوة لأبارك لأخو صديقنا وأخونا صبيح رئيس صبيح المصري رئيس مجلس الأمناء وأخونا الأستاذ الدكتور رامر حمد الله برضو الصديق أبارك له كرئيس والآن دولة الرئيس رئيس مجلس الوزراء وسابقا رئيس الجامعة وأخونا الدكتور ماهر نتشة نائب الرئيس ومجلس الأمناء في جامعة النجاح أكيد من وجههم تحية كتير كبيرة جميعهم وهم بفضلهم بفضل جهودهم جامعة النجاح الوطنية عم بيتطور اسمها وإنجازاتها وبيصير لها رصيد ضمن الأبحاث العلمية وغيرها من الجوائز العديدة اللي بتحصل عليها الجامعة ما هي هذه هذه المهمة اللي أنا بفتخر فيها لأني أنا ابن النجاح وزي ما قلت إنه والدي ابن النجاح وأخوي ابن النجاح ومعظم دار كان عن ابناء للنجاح واليوم النجاح تحتضن العديد من الطلاب من كل مناطق الفلسطينية والفئات والأعمار إنه عامرة بالطلاب اللي من وجههم تحية ونتمنى إنهم يتوفقوا على طول وهون بدي أسألك كلمة طالب بشو بتذكرك قدي بتحن لهاي الكلمة يعني بقدرش أفسر كيف الحنون لأنه كانت حياة حلوة في المدرسة يعني ما حسيت في إزعال فيها وأنه مرحلة الدراسة أحلى الشي بالحياة طبعاً وأبرأ الشي طبعاً بتوافق هذا الرأي وبرضو بنفس الوقت اللي حلو كمان حياة الجامعة يعني بوقتيها بتذكر ابن حمدي لما هذا بتخلص الهندسة مثلاً مستعجل بده ينزل للحياة هقول له يا عمي خليك بزيادة السنة لأنه أيام الجامعة ولا في أجمل منها فعلاً كلنا هيكم نندم آه يعني أنت بجربها آه طبعاً هذا الشهور وعلى البكير جربناه كمان آه فاللي بدأ أقوله أنه متأة جامعة كلية أو مدرسة النجاح كلية النجاح أنت قلت الطلاب وأنه بيجوا من جميع أنحاء الضفة وهلأ من إخواننا عرب الداخل صح هلأ في الجامعة بس اللي بدأ ألفت الانتباه إلو أنه مدرسة النجاح وكلية النجاح كان فيها مدرسة داخلي فيها إخوان من المغرب إخوان من تونس إخوان من الجزائر إخوان من فلسطين اللي قبل أن تكون محتلة من حيفا من طول كريم من الأردن هذولا كلهم درسوا في كلية النجاح أدى هذه الحقيقة التاريخية لها معنى كتير كبير وبالفعل بأكدنا أنه فلسطين هي وجهة للعلم والعلماء خاصة مدينة نابلس طبعاً فترة من الفترات طبعاً وهذه يعني حدث هذا أبدأ أحكيه يعني التفسير تبعه أنه كان شعار كلية النجاح هو الجمل والنخلة في الصحراء وبعدين تحول لنسر وكتاب فهون مثلاً شو رؤوس هاي المرحوم قدر طوقان هو اللي غيره للنسر طبعاً هو كان تفسيره أنه ككلية نجاح والصحراء كان يقول عنه أنه يعني يؤدي إلى القحط والجمل إلى الحقد تفسيره فهو قال لا لازم نحط هذا طبعاً بجوز اللي أسسوا أو بعتقد أنه اللي أسسوا كلية النجاح بهذا الشعار أنه زي ما قلت أنت هي كانت واحة تذكرت الأسم واحة وكانت واحة في فلسطين للعالم العربي لا استقطاب كل هذه الكفاءات فالله يرحمه الدكتور قدري عمل يعني فسرها بطريقة بجوز اللي أسسوا بطريقة أخرى بس هو هلأ النسر برضو يعني إشي بنفتخر فيه وحمله الكتاب وأنت زي ما قلت أنه الأبحاث اللي موجودة في جامعة النجاح وهذا ترفع ودرجتها بين الجامعات في العالم العربي وبين الجامعات في العالم إلها شهرتها كمان هون دلالة على حدة البصر والتركيز والقوة تجاه هدف معين أكيد جامعة النجاح الوطنية والعاملين فيها هي إدارية وتدريسية طلاب بيسعوا دائما لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم في كافة المجالات اليوم مدرسة النجاح وكلية النجاح كيف ساعدت السيد باسر كنعان لحتى يوصل لهدفه أنا اللي بدي أقوله أنه كانت كلية النجاح يعني أنا لما كنت يعني من البستان بدايت وبعدين الابتدائي والثانوي أنا ما أخدت توجيه اللي هو أو التوجيه التبع مصر أنا أنهيت دراستي الرابع ثانوي بعدين ذهبت لإنجلترا أدرس متابع مش ما درستش توجيه مصري فهذا كان يعني زي إشي يعني يختلف الله يرحمه برضه الدكتور قدره طوقان هو كان له الفضل في التنسيق مع الجامعة الأمريكية في بيروت على أساس أنه الثانوي الرابع ثانوي ونجاح الطالب فيه فهذه الفترة يستطيع أن أن يدخل طالب فرشمن في الجامعة الأمريكية في بيروت وهذه كانت ميزة لأنه بدون امتحان يدخل فرشمن فكانت كل سنة يجي وفد من الجامعة الأمريكية في بيروت ويعملوا فحوصات لطلاب الثالث سنوي والرابع ثانوي عساس يبقى ريكورد عندهم بكه لغة إنجليزية معلومات عامة معلومات عامة وهي أهم شيء اللغة الإنجليزية عساس لأنه الجامعة الأمريكية بتدرس في الإنجليزي فهذه كانت هذا وهذا بالنسبة إلي كان ما كنتش أنا حابب أروح للجامعة الأمريكية أنا كنت طامع أنه أروح لإنجليزية مثلا أخوي دكتور طاهر درس في الجامعة الأمريكية ورأسا حتى هو قدم مترك وما استعملوش للجامعة الأمريكية لأنه هو ناجح ومتأهل للأمريكية أو قبلوه في هذه الفترة هذا كمان دليل أنه حضرتك لما تخرجت من كلية الناجاح وتوجهت للدراسة ببريطانيا أنه بهذاك الوقت رغم ممكن فقر الإمكانيات أو التواصل أو سهولة التواصل بهذاك الوقت المدرسة والكلية كانت بتأهل الطلاب أنهم يكون عندهم كفاءات مميزة تسمح لهم يكملوا دراسة بره يعني في عندكم جعبة من المعلومات أو تستندوا على مهارات بالفعل بتخليكم تعطيكم الفرصة أنكم تكملوا دراسة بدول خارجية أنا بقى يعني كليني أبدا من من الطفولة يعني أنا طفولتي يعني البسلان الأطفال لا تدخل واحد الطالب فيه أو الولد هو عمره أربع سنين بيضل فيها لا السبع سنين نعم بعد السبع سنين بدخل الصف الأول طبعا وهو صغير بيكون فيه أنواع نتعلمها وإحنا صغار بداية القراءة العدد نعد مثلا هذه الأحرف الإنجليزي ABC F AFG كنا نغنيها وإحنا صغير صغار يعني يعلمونا هذه الأحرف أناشيد ومرات أنا لما بدأ أرجع للأحرف بنشدها لا لا أحسن ما أقربش يعني ABC D E F G H I J M M M شو بتتذكر مواقف وقصص من مرحلة الطفولة بمدرسة النجاح يعني قلينا نحكي أنه أنا بدي أحكي ليش أنا أو أنا أو أهلي يعني درسونا في النجاح وخلونا في النجاح أولا النجاح أو قليل النجاح كان فيها نوع من الحرية وليس يعني تابعة للحاكم طبعا الحاكم كان في هذه الفترة الإنجليز بعدها إجت الأردن طبعا يعني بديش أنا أهلا وسهلا في الأردن وإخواننا وهذا بس إجوا ناس من الأردن طلاب درسوا هناك يعني في هذا في المدرسة في المدرسة أو في الكلية وزي ما قلت أنا إجوا من المغرب من هذا حتى فيه ناس يعني صاروا شخصيات واحد منهم في المغرب وصل وزير وقبل كذا السنة شقيقه كان سفير للمغرب في الأردن بعدين الإخوان الجزائريين وهذا كانوا قسم منهم زي ما قلت أنا في الأول إنه من حيفا من يافا طب كيف كانوا يسمعوا عن المدرسة يعني فيه مسافة وما كان فيه وسائل اتصال مثل متوفرة هلا كيف كانوا يعرفوا بمدرسة النجاح إنها قوية ويجي يتعلموا فيها الصح يعني يعني ما بقدرش أعرف بالضبط كيف بس ما بتخيل يعني شغلة المدارس أيام زمان هي قليلة كانت والناس اللي حابب التعليم بيسأل حتى يعرفوا بسأل فبرضه كانت مدرسة النجاح أو كلية النجاح تختلف عن مدارس الحكومة أولا مثلا كانوا مدارس الحكومة يجب للطالب إنه يحلق شعره على الصفر هذه كانت تأثر نفسيا على هذا بعدين طريقة التعليم والأساتذة كان كل أساتذنا الله يرحمهم طبعا اللي أنا علموني الله يرحمهم ويطول عمر الآخرين آمين آآ إنه مهنة التعليم يعني لا يعتبروا مهنة التعليم وظيفة هي مهنة مش وظيفة لأنه الإيام هذي يعني بديش أسيء للمعلمين أو في هذا إنه هلأ شغلة التعليم مهنة وظيفة وليست مهنة ووظيفة أكثر منها مهنة يعني طريقة تعليمهم محبة الطالب اللي هذا ملاحقة الطالب دائما طب يمكن نظرة المجتمع للمعلم هي اللي بتساعد بهذاك الوقت كان له قيمة وقدر كتير كبير اليوم في نوع من اللهم وبلغ يعني مثلا بدي أنا أحكي مثلا من ميزات النجاح أولا اخرجنا عنا حرية الفكر هذا الفضل لأسهت الزتنا اللي علمونا مثلا من ناحية الدينية مثلا علمنا الدين الصلاة قراءة القرآن مثلا أنا لا يرحمه الشيخ أسعد شرف وكان يعلمنا ويأخذنا مع الجامع يعلمونا وصول الصلاة وقراءة القرآن يعني مش بس تلقين وتطبيق اه بعدين مثلا الشيخ زكي أبو الهدى الله يرحمه إلا فضل معظم خريجين النجاح من الابتدائي لفانوي خطهم حلو خط الرقعة ليش؟ لأنه كان الله يرحمه الشيخ زكي أبو الهدى يعلمنا الخط غير قراءة الراسروس والبداية القراءة وهيك بس كان يعلمنا الخط وظلينا كل لما كبرنا يعني مطينا عن الصف الخامس أو الهدى ضلينا للسادس والسابع وأظن الأول سنوي كل أسبوع يجي يعطينا درس خط فإحنا معظم خريجين خطاطين نجاح خطنا حلو يعني مقروء يعني مش زي رشاة الدكتور حتى هلا بشي بالورقة اللي ورجعتني وقلتلي مش هتعرفي تقرأي لا ماشاء الله واضحة نهي واضحة نهي واضحة نهي واضحة فأنا يعني يعني المفروض أنا هقول أولا أذكر بـ الله يرحمهم الأسازة اللي علموني وعلموا الأجيال فالله يرحمهم مثلا يعني بدي أحكي الله يرحمه الدكتور قدره طوقان هو كان علمنا الهندسة والجبر وهذه الأشياء علمنا إياها والسياسة والآراء السياسية كان يوميا في محاضرة في حلقة نقاش لا كل المدرسة وأي شي سياسي أي موقف سياسي أو اقتصادي أو هذا أسازة يحكو لنا يعني أنتم بعمر الورد وكنتم مثقفين آه آه الثقافة بعدين مثلا من أساتذتنا يعني كاليني عشان ما أخربشش يعني الله يرحمهم الدكتور أديب مهيار كان هو مدير الشيخ زكي أبو الهدى الشيخ أسعد شرف المرحوم أبرده عادل تفاحة كان يعلمنا حساب وهذه أهم شي دراسة جسم الإنسان وكيف تفصيل أحياء أحياء يعني تفصيل جسمه شو الأل بعمل الدم اللي هذا كله دراسنا ومستحيل تنسو هاي المعلومات يعني هادي مهمة بعدين مثلا الله يرحمه عبد الرحيم محمود الشعر الشهيد الشهيد عبد الرحيم محمود أبو الطيب هذا يعني علمنا الوطنية علمنا الوطنية فهذه هذي برضه مهمة وقصائد إله وإنت أول ما هذا بتقولي لي أنت بتحفظ شعر أو بحفظش بس أنا من أهم قصائده بقدر أحكي البيت اللي بتذكره أنه في هذه الفترة قبل الاحتلال أو هذا قبل يعني حتى الثمانية وأربعين إجا الله يرحمه الأمير فيصل كان قبل ما يصير ملك وفي المنشية عملوا له احتفال واستقبال في هذه الفترة أظن يعني كان في الأربعينات في 41 42 فبقوله مش ناسي ناسي يعني البدايتها وهذا بس بقوله المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع توضعه أوه يعني هذا تنبأ عن جد عميق جدا طبعا كان شاعر أنه فيه مؤامرة ماشية أكيد عنده فكر وبتوقع وبعديها هو لما صار جيش الإنقاذ دخل فيه واستشهد في معركة أزنجنين صحيح الله يرحمه ويطول روح اللي بيحبه واللي عاشه وفي عنا كتير من الأعزاء الفلسطينية والأعلام اللي منفتخر فيها ومنترحم عليهم دائما أذكر كمان أخونا الأستاذ الله يرحمه برضه محمد العمل كان من أحسن الأساذة كان يعلمنا عربي وكان شاعر يعني لهذا بعدين يعني فيه أذكر كمان سعيد السنتريسي كان علمنا جغرافيا وأرضه الله يرحمه أديشك حريص يا أستاذ باصل أنه تذكر كل الأسامي لحتى ما حدا يعتب عليك بالله لحظة عشان ما حدا شيء يعتب علي آه هذا لازم أذكره عبد الورو عبد الودود رمضان كان مسؤول عن الرياضة وتبعتي لهذا هذا لبناني إجا وعاش في نابلس وكان أقام هون هذا كمان هذا الشغلة مهمة كل آخر سنة مدرسة النجاح أو كلية النجاح تعمل زي احتفال رياضي فكان أنجح أنجح احتفال بيعمله أكتر من احتفالات مدارس الحكومة كان يتقن هذا طب والفن والموسيقى والرسم كان في بالدرسة النجاح كان في الثاني برضو كلهم انتقلوا إلى الأخر الله يرحمهم مثلا فضوا العودة هذا برضو لبناني كان يدرسنا رسم وموسيقى ونشيد أنا كنت من جماعة النشيد هذه موطني موطني وحماة الدياري عندك خامة صوتية آه هذه بعدين شاكر أبو حجلة كان يدرسنا فيزيا وكيميا شو أكتر مادة كنت تحبها أو تحس أنها قريبة منك المزبوط يعني مش قادر هذا أنا أنا التجارة بس لا يعني مثلا في إجا وقت في آخر الفترة أستاذ جابوهم عشان التمجيه أسادز مصريين في أستاذ السرفية اللي هو تبع الجغرافية الاقتصادية حلو هذه علمنا طريقة كيف تعرف إنتاج أي منطقة في العالم ففصل طبعا فيه الجدي والسرطان والهذا تعرف الفصول هذا فقال غمض عينيك أي بلد في هذا المناطق الشمالية مثلا الشوفان هذا المناطق الحارة القطن مثلا أو هذا يعني حسب المواسم والفصول صرنا الواحد بس غمض عينيه يقدر يعرف كل بلد شو بتنتج هذا بعدين اللغة بعلمك كيف تتعلم فهذه عكل حال فيه هذا مثلا من الناس برضو الله يرحمهم شاكر ابو حجري كل حكيت اسمه بعدين بكر عبد الحق كان علمنا هندسة بعدين وقصي هاشم قصي هاشم كان تقريبا إجا وهذا يعني كان ذرسني إنجليزي دروس خصوصي عشان يعني أقدر أروح أدخل قوي باللغة وهذه برضو من المناسبات اللي هي أنا كنت دائما نعمي بعد الظهور يعني بعد الساعة تنتين في النجاح سنتين مع بعض أنا وأخونا الصبيح المصري يعني إحنا التنين ندرس إنجليزي هو يدرسنا إنجليزي عشان نتقوى أنه ندرس نكمل دراستنا بدون مشاكل بعدين آه فيه من مثلا الله يرحمه كمان من الأسازل اللي لهم وجودهم كان خليل الخناش هذا كان درسنا حساب وإحنا شباب صغار وإله فضل في إنه كان يعمل أه بدأ أحكيها بالإنجليزي كنترول على الطلاب الداخلي نعم ويراقبهم ويشرف عنهم أيها هو كان أكتر واحد يشد في هذه الأمور تمام أستاذ باسل دائما نعرف إنه علاقة الطالب مع المدرس يا أما جدية وفيها احترام كتير عالية أما فيها نوع من الأخوية والصداقة على زمنكم كيف كان الوضع مثلا قصير هاشم صارت صداقة والله كلهم هذا حبايا يعني كانوا يعني بس إيش إنه الاحترام موجود يعني ما كنا نتولدا هي فيه هذه أثرت هذه وقتها إنه كان في حركة الأحزاب فكان يعني معظم شبابنا في هذه الفترة كل صار إلهم وجود في الأحزاب في الأحزاب عايشين الجدية آه فهذه أعطتنا دفعة إنه نظل نحافظين على أخلاءنا عساسي نكون هو سن المراهقة مش قليل فالحزب كان يحمينا من هذه الشغلة إنه إحنا أحزاب أعضاء لازم تكون سمعتنا نظيفة صاينين حقا هذه أثرت فينا كتير أثرت كتير آه طبعا يعني باستثناء أي حزب منضم إله كانت المنافسة في الخلق والنشاط وهذا يعني آه إحنا لو نتحدث عن التاريخ بس بدي أحكي إنسيت تفضل آه هذا مهم الله يرحمه الأستاذ عبد الرازق رشيد آه هذا كان أولا وإحنا صغار نتفرج عليه كان لعيب فطبول درجة أولى في تيم النجاح بالإضافة لمهنة التعليم وهو درس فيه وتخرج من كلية النجاح طبعا من هو أكبر مني بكذا سنة وضل حتى درس في الجامعة ومن أكم سنة اتطور شو اسمه لا عملوله حفلة تكريم إله أكد آه يعني حتى علاقتي فيه كانت منيحة كتير كان الله يرحمه يعني شوية نظره مش كتير فبعد التكريم بده يخرج فإيش بدهن هذا قال لهم لا اسمعت باسل نادولي باسل اللي بسكني خلاص عفتك آه لأنه علاقتي فيه هو أستاذ آه هذا بعدين هو في هذه أدماء هو وطني عمل فريق من مننا إحنا الطلاب تبعين النجاح في هذه الفترة كنا تقريبا في الأول ثانوي ثاني ثانوي ندرب عسكري يعني دربنا هذا يعني القواعد الأساسية وهذه هذه الشغلات وهذه أشياء حلوة أنت كمان يعني من فترة أخيرة بالإضافة لكل الجوائز اللي حصلت عليها والتكريمات والتقدير اللي أخذته خلال السنوات طويلة بعملك بغرفة تجارة وصناعة نابلس وأيضا جمعية الهل الأحمر الفلسطيني فيه كان لك تكريم من فترة قريبة من فترة قريبة المؤسسات والفعاليات الوطنية حتى إجروا احتفلوا فيه هون يعني يعني يعطوني الدرع هذا نحن كتير فخورين بهذا الإنجاز وهي الخطوات اللي بالفعل يمكن أثرت فيها على غيرك بكل الأصعد فحابين نحكي ونختم معك برسالة حابب توجيها لجميع الأبناء والأحفاد اللي بيشاهدونا أيضا والطلاب اللي عندهم هدف معين بيحلموا فيه ويمكن عندهم صعوبات وتحديات بواجهوها لكن اليوم النماذج والأعلام الفلسطينية مثل حضرتك بتعطينا دفعة كتير قوية وبتعزز الهمة لحتى نكمل هاي المسيرة التعليمية والمهنية أنا بتأمل وبحب يعني أزيد العملية إنه إخواننا الشباب والجيل الجديد إنه احترموا الأستاذ يعني لأنه عمالي بسمع مرات هذا اللي بدخن قدام أستاذه واللي بدرب أستاذه وهذا إحنا كنا بمرات يعني من كثرة احترام أستاذنا نبعد أو نبعد ونخليهوش يشوفنا إذا كنا بنلعب ولا بنطنت إذا إحنا ماشيين في الشارع طبعا عادي يعني هذا بس إنه كنا نلعب وهذه الألعاب يعني اللي هي مش زي هالريام كنا نلعب مثلا هادي والله أنا نسيتها هادي إنه لما نلعب رياضة مثلا حق الفطبول يبقى بتذكر للآن اسمه لما نشتري زيكزاك الفطبول زيكزاك ونلم حقه شيلين شيلين من الصف عشان تبعين الفطبول اللي هم حقه بعدين هاي نسيت والله الله يرحمه مؤيد قناديله أها علمنا كان يعلمنا كيف الزو في عيب تمسق الشارع هي بترمي ورقة بالشارع هاي الأخلاق والقيم هي بتصيح بالشارع أهام شي هادي كان يعلمنا إياها يعني بعدين كان يعلمنا القراءة فطبعا ما هو الأوضاع كانت مش زي هلا يعني فكان يعني ندفع إحنا يش يقولنا مثلا نجيبنا على علاء والمصواح السحري على بابا والأربعين حرامي يعني هذه الكتب هذه الكتب نشتريها نشتريها ندفع كل واحد إرش إرش هذا لنوم كتاب ولازم كل واحد يستقرد اللي ياخد الكتاب لازم عشان يثبت إنه أرى يقدم ورقة إنه باختصار ملخص ملخص ثاني درس بعدين فيدوس فرصة بعدين اسمه درس مذاكرة هذا إذا الطالب يعني نسي يعني نسي يعمل واجبه في هذه الفترة يعمله بده يقرأ شغله أو الأستاذ يجي الأستاذ مثلا يقعد إنه اللي بده يسأل أسئلة معلومات إن كانت طبية سياسية إنه سمع معلومات عامة هذي كان الله يرحمه خصوصا الأستاذ معيد قناديله يلو تأثير فيها علينا أي ساعة كنت تتروحوا من المدرسة يعني كنا حوالي ما هو بعدها تلت دروس يعني المذاكرة وبعدها درسين يعني خمسة دروس الصبح أو قمس حصص وبعض الظهر حصتين يعني طول الوقت تقريبا يعني لا ناخد فرصة يعني إنه نخرج 12 أو هذا ناخد فرصة أظن من التنتين درس 34 ساعة وكمان درس 34 ساعة يعني ثلاث ساعات آه يعني وقت طويل برضه بس حلو إنكم تقضوا بالدراسة وبعدها نروح للعبة أحلى إيش اللعب أحلى شي فكان يعني الدروس يعني النجاح تمتاز في هذه الأمور حرية الفكر رائع طيب يعني تاريخ ما شاء الله طويل وحافل بالنجاحات بدنا نحكي عنه يمكن ما نلحق بده ساعات كتير طويلة وفي تفاصيل كتير مهمة هي حياته الواحد 18 سنة يقعد يحكيها مزبوط وغير هيك بعدها مراحل عديدة ما رأيت فيها لكن بنهاية بشكل سريع عن مرحلة الدراسة بالخارج ببريطانيا شو بتتذكر منها شو تعلمت منها والله أولا يعني اللي بقدر أحكي أنه يعني الثقافة الإنجليزية يعني هي يعني كانت مهمة طبعا بريطانيا في هديك الفترة في الخمسينات والستة وخمسين وهذا كانت غير هلأ يعني ما هيش شعوب كلها تغيرها صح يعني كان يعني زي ما بقولوا الإعجاب فيهم يعني هن معجبين في قوتهم وهذا وداما لما هذا إنه رول بريطانيا رول دي ويرد بريتش نيفر نيفر ولي بي سليفز يعني هذي مش قليل النشي يتبعهم وغاد سيف دي كوين ومن هالحكي بس إحنا يعني كانت الثقافة كمدارس أخلاقية أكتر من هلأ يعني يمكن هذا اللي إحنا بحاجته أصلا لبناء المجتمع بس برضو هلأ المجتمع البريطاني مش زي أول يعني يعني أنا لما رقب على بريطانيا وهذا كمان مرة وهذا يعني بسافر كتير أنا فما بحس لهذا أكتر ناس معجبين في حالهم وشكلهم وهذا شعبين الألمان واليابان واليابان هذول الطب عندهم ثقة واعتزاز بنفسهم جميل جدا لكن أكيد بهذه الفترة دعت الحاجة أنك أنت تدرس بالخارج لحتى تحصل على شهادة البكالوريوس وترجع تكمل مشوارك المهني هون بكل تميز وإبداع بالتأكيد ومثل ما بيقول يعني الكاتب العلم في الغربة وطن لكن الجهل في الوطن غربة كل التحية لإلك وكل الشكر للذكريات اللي طبلت لها نرجع ونقول كل عام وانتوا بخير وان شاء الله إلى شو بدنا نقول الله يديمها جامعة النجاح آمين يا رب ويديم طلابها وينجح طلابها وان شاء الله وتكون من الأوائل تسلم الله يخليك يا رب يعطيك الصحة والعافية شرفنا تحياتنا لإله شكرا أهلين مشاهدنا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خطام حلقتنا اليوم من برنامج رواد النجاح لكم مننا كل التحية والشكر والتقدير على حسن وطيب المتابعة هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم من نغة إسماعيل دوبتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة